اشتركوا في القناة هذا الفيديو وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناتنا ابن تشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من احمد صالح كل جديد وايضا لا تنسوا مزيارتي على قناة حكاية تشرف ومتامعة الكورس المتكامل في برنامج ادوبي برمير لمنتاج الفيديوهات الاحترافية. خلنا نبدأ مباشرة يا اصدقائي بالقناة لهذا اليوم لحتى ما اطيل عليكم بالمقدمة كتير. انا عندي بعض النصوص عبارة عن العمل الجاد هو حلم كبير. هذه الكلمات رتبناها بطريقة معينة. وحبب اني انا ابدأ بتصميم او عرضة على الصورة بطريقة احترافية. بحيث انها تكون عبارة عن شريحة افتاحية لمشروع او قسم معين. بداية خلنا ناخد مساحة معين للصورة نعتمد عليها. فلذلك راح احدد الصورة وبتوجه الى البكتر فورمات وبنتوجه الى ومنعمل القص بنسبة واحد على واحد اي محتاج الصورة تكون عندي اياها مربعة. بنقر مع السحب للاسفل عشان انا فقط اترك هذي المساحة من الصورة اللي انا محتاجة وبنقر باي مكان. خلني اخذ الصورة الى حيز معين نكبرها كمان شوي. تمام? بامكانك من اليجان نختار اليجان سنتر واليجان ميدل لتكون معنا بالتوسيط بالضبط. راح باليمين بتوجه الى فورمات ومن بكتر راح اختار بعض الماتريال او واحدة من الماتريال المواد الجهزة عندي باستخدمها باستمرار. راح احدد واحدة منهم وارجع لكم مباشرة. بعد ما قمنا بادراج واحدة من الخامات اللونية او فينا نقول خلفيات. تمام كماتريال نستخدمها. راح نبدأ الان بالتنسيق بما يتناسب مع موضوع النص والصورة. بداية راح اتوجه الى قائمة ومن اللي هي اشكار نختار المستطيل. وبنقر مع السحب لحتى ارسل مستطيل على النصف الايمن للصورة بالضبط. بهذا الشكل تماما يا اصدقاء. نتوجه الى حدود الشكل وبختار بدون حدود اي بدون خط رسم. ومن تعبئة اللون بنختار اي لون او بتختار تعبئة باحد انماط اللون الخلفية. الامر بيكون اجمل بكتير. خلني اختار وليكن على سبيل مثال عندي هذا اللون. الان بتوجه الى قائمة الانسيرت. ومن شبس اللي هي اشكال. بنختار شكل بيضاوي. بضغط على مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لارسم دائرة. وليكن معاي مثلا بهذا الشكل. نضع الدائرة هون. بحدد المستطيل بداية. اضغط مفتاح الشيفت. وبحدد الدائرة. ومن تنسيق الشكل وبنختار عندي اياه هون طرح. تمام. برجع مرة تانية من انسيرت. ومن شبس اللي هي اشكال. ومن شكل بيضاوي. بختاره مرة تانية. وبنقر مع السحب. عشان ارسم عندي دائرة. وليكن عندي مثلا بهذا المكان. الان بختار لالة بدون خط رسم. والتعبئة بحتاج يكون مثلا عندي اياه من لون البشرة. وليكن على سبيل المسال هذا اللون. او من لون الخلفية. فيك اختار اي لون من الوان الصورة بحد ذاتها. لحتى نقص المساحات اللي انا ماني محتاجة. خلي اعمل شوية شهفية للصورة. وبتوجه الى انسيرت. ونتعلم كيفية اه محي بعض اجزاء الصورة. الان ماني محتاجة باستخدام الاشكال نفسها. تمام. طيب. الان بعد مرسمة مستطيل خلني اختار كنترول زائد دي مرة تانية. ومنعمل روتايت. وبنكر مع السحب. تمام. لحتى نحن هذه المساحات اللي ماني محتاجة. اضغط لاول مرة على الدائرة. اضغط مع المستطيل الاول. وبنختار عندي هون طرح. بنرجع نضغط على ما تبقى من الدائرة. وبضغط مع الشكل التاني او المستطيل. لحتى انا كمان احزف الجزء السفلي. بهذا الشكل نحن بنقوم بحزف اي اجزاء نحن محتاجين برسمتنا. بنرجع شافية شوي. تمام. ولتكون معينا مسلا بهذا الشكل. تمام. الان بقي معي موضوع التعامل مع النصوص. بعد ما تكتب في كل مربع نص لحال مختلف متل ما انا شايفين. ومرتب الكلمات قريبين على بعض. بعد اختيار نوع الخط. بحدد كل مربعات النصوص. وبتوجه الى ومنختار دمج. بحيث انه يكونوا عندي ايش? عبارة عن شكل واحد. خلني يعطيون احضار الى المقدمة. عشان يكونوا معنا في المقدمة. الان نكبر ومنصغير مع مفتاح الشيفت. بما يتناسب مع ما تبقى من مساحة الصورة. تمام? ولا يكون معي مثلا بهذا الشكل. تمام. الان بحدد ما تبقى من المستطيل. بضغط وبحدد النص الموجود. وبنتوجه الى ومن دمج الاشكال. مختار عندي اياه الطرح. لحتى نحصل على هذا التداخل الجميل ما بين النصوص والخلفية. الان ازا حددت على الخلفية بيمكنك تتوجه الى موضوع الصورة. بيمكنك تغير الى اي نطاق الوان بحيث ان النصوص يعني تبدأ بظهور بطريقة افضل وتختار اي شيء يناسبك. ولكن على سبيل المسال خلني اختار هذا اللون. الان راح نضيف اللمسة اخيرا بتوجه الى الشب وبنختار ومستطيل. وبنكر مع السحب عشان ارسل مستطيل اقل من مساحة الصورة. وليكن معي بهذا الشكل. بختار لالو بدون تعبئة. وخط اطار بتختار اي لون من الوان اللي انت بتناسبك من الشاشة. خلني اختار الشيء فيه اضاءة لانه الخلفية صارت عندي اياها مسلا باللون الازرق. خلني اختار وليكن هذا اللون. وبنزيد بالسماكة لخط الاطار او المستطيل نحن رسمناه. وزا حبيت انك تعمل الشدو او ظل للاطار يعطي الرسمة جمالية اكتر. الان بعطي ارسال مستويات الى الخلفية. بحيث يكون عندي خلف الشكل وامام الصورة بالضب. كمان نفس المبدأ بنحدد المستطيل اللي ادمجناه مع الكلمات. وبمكنك ناخد كمان موضوع ظل لألم. مشان نعمل هذا العزل ما بين الاحرف وما بين اه الصورة بحد ذاتها. موضوع شافية بتغيرها حسب وضع الصورة يلي عندك. وايضا موضوع البلور نفس المبدأ. الان راح نحدد كل هذه الاشكال مع بعض البعض. وبنختار زائد جي. ليصيروا معاي شكل واحد. وبنختار ظل للكل. تمام? للكتلة كاملة. بهذا الشكل. وكمان نحن بنضبط موضوع الظل. ليكون في عندي كمان عزل للخلفية. تماما خلي بس انا اقل لأ البلور شوي. اه ممكن موضوع التمدد وموضوع الحجم. اه فيك تشتغل عليها. بحيث انك طلع افضل طريقة لعرض الظل. تمام للشريحة الانت شغال عليها. ازا حبيت الان انك تضيف لوجو. اضيف سلوغن خاص بيك. اي علامة بتذل عنك. بامكانك تضيفها اما بهذه الزاوية او بالزاوية التحتانية بالزاوية الفؤالية. صار عنا اكتر من مجال. خلنا نضيف لوجو حكاية شغف. ونرجع لكم مباشرة. بعد ما قمنا بضفط اللوجو رح ناخد حيز معين. وبنكر مع الصحب عشان اه اضبط موضع اللوجو بمكان جدا مناسب. وممكن من خلال التأثيرات ممكن اني اغير اللون او اعطي اكتر قتامة اكتر ظهور. اه تدرجات بتليق بالخلفية. الموضوع اللي بيعجبك رح نشوف العديد من النماذج اللونية. يلي بيقدم ليها البرنامج كفالات اللونية جاهزة. بامكانك تختار ايهم بما يتناسب مع تصميم شريحتك. ف رح نختار نحن هذا اللون الاقرب الى الهوية البصرية للخلفية. وبهذا الشكل بيكون طلعنا تصميم احترافي لكيفية تعرض النصوص مع الصوريات لتصميم شرائح رئيسية وافتتاحية. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لكم شيء جميل والنافع واللاق فيكم. لا تنسوني من التفاعل والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة